اشتركوا في القناة السفير البريطالي ويناقش التطورات الراهنة على الساحة اليمنية مستشار رئيس الجمهورية الدكتور احمد بالدغر يؤكد الاتفاق على خطوات عسكرية وامنية سيتم تنفيذها بالتزامن مع تعيين محافظ لعدل تدمير عاليات قتالية بينها دبابة تابعة للميليشيا الخوثية في الضالع وخسائر كبيرة تكبدت الميليشيات في التحيطة جنوب الحديدة وفي الأخبار المحلية لجنة مناقصات بمحافظة شبوى تعلن مناقصة بشريح في قطاعي الكهرباء والتعليم الجماعي بتكلفة مليون دولار وكيلو محافظة تعيز يناقش مستوى الإنجاز وتقييم الأداء بمكاتب الصحة في عدد من مديريات المحافظة أهلا وسهلا بكم وإلى التفاصيل بحث رئيس مجلس نواب الشيخ سلطان البركاني مع سفير المبلكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين كما تم استعراض مناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اليمنية والإقليمية وفي اللقاء استعرض رئيس مجلس نواب مستجدات الأحداث على الساحة اليمنية وما يعانيه الشعب اليمني جراء انقلاب ميليشيا الخوث المدعومة من إيران مشيرا بهذا الصدد إلى أن إيران تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإشاعة الفوضى وممارسة العنف والإرهاب من خلال الاعتداءات التي تقوم بها على جيرانها ونشر الأذى في المنطقة وتطرق البركان إلى الإجراءات التعصفية التي أقدمت عليها ميليشيا الخوثي مؤخرا ومنها إيقاف التداول بالعملة المحلية وسحبها من المواطنين في انتهاك لحقوق المواطنين ومشروعية الدولة والشرعية المعترف بها دوليا بهدف إفقار المواطن ونهب أمواله ومدخراته أمام مرأة ومسمع من العالم لفتا إلى الممارسات الأخرى التي قامت بها الميليشيات وصادرت فيها الحريات الشخصية ومنها القيود على ملابس النساء والحلاقة للرجال كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى اتفاق الرياض وسيري تنفيذه مؤكدا أن هناك خطوات جادة تتم حاليا في اتجاه تنفيذ الاتفاق برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية كما أكد البركاني أن الشعب اليمني يقدر عاليا جهود المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية والجهود الدولية المبذولة لإخراج اليمن من محنته مثمنا دور المملكة المتحدة البريطانية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والتطرف ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني ودعم الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وجدد البركاني التأكيد على حرص القيادة السياسية على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ أمن والسقرار ووحدة اليمن والنظام الجمهوري استنادا إلى المرجعيات الثلاثة وتنفيذ اتفاق الرياض نصا وروحا منوها إلى أن ذلك يتطلب المزيد من الجهود من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع وإنهاء الانقلاب ورفع المعاناة عن كاهل أبناء الشعب اليمني من جانبه جدد سفير البريطاني التأكيد على مساندة بلاده للشعب اليمني والشرعية الدستورية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تتابع باهتمام الأوضاع باليمن وتدعم جهود السلام التي تمذلها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب شوقي عبد السلام شبسان ومبخوت بن ماضي وإنصاف علي مايو أكد مسشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنه تم الاتفاق على كثير من الخطوات العسكرية والأمنية والسياسية والذي سيجري تنفيذها بتزامن مع تعيين محافظ ومدير أمن عدن خلال الفترة القريبة القادمة جاء ذلك خلال لقائه بسفير البريطاني مايكل أرون لمناقشة عدد من القضايا الهامة ومنها تنفيذ اتفاق الرياض ولفت الدكتور بن دغر إلى حرص فخامة الرئيس على نجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ويحافظ على وحدة اليمن وينهي الصراعات الداخلية ويوجه المعركة باتجاه العدو الحقيقي وهو المشروع الإنقلابي كما أن تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه ينهي الصراعات العسكرية داخل عدن وما جاورها من المحافظات مشيدا في هذا الإطار بالدور الذي قام به فخامة رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في دعم ورعاية اتفاق الرياضة وقال نحن بحاجة اليوم إلى سلام عادل وشامل وحقيقي يكمن في تنفيذ مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وعليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 22-16 في ظل شرعية قائمة لا ينبغي التفكير في التخلي عنها قبل إقرار الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات ودع الدكتور بن دغر ميليشيا الحوث الإنقلابية بالعودة إلى طاولة الحوار وتخلي عن مشروعهم الإيراني وتمسكهم بالجمهورية والدولة الاتحادية الأمر الذي سوف يختصر الكثير من الوقت نحو تحقيق السلام الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني من جانب يأكد السفير البريطاني موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن مشهيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة السياسية من قبل فخامة الرئيس لإنجاح تنفيذ اتفاق الرياضة وأكد أن بلاده تدعم الحلول السلمية وفقا لمرجعية الحل الثلاثة المتفق عليها كما تدعم الجهود المشتركة للأشقاء في المملكة ونطراف الموقع على اتفاق الرياض لافتا إلى تحقيق الاستقرار في عدن أمر يهم المجتمع الدولي بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع سفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون التطورات على الساحة الوطنية بما فيها جهود عملية السلام واستمرار انتهاكات ميليشيا الحوث الإقلابية وأكد الحضرمي دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وأن المسار الأممي هو المسار الوحيد لحل الأزمة في بلادنا مجددا موقف الحكومة الثابتة حول ضرورة تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكولم لا سيما اتفاق الحديدة والانسحابات من مدينة وموانئ الحديدة قبل الحديث عن أي مشاورات قادمة للسلام وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل ومتسلسل دون عرقيل أو مماطلة للإسهام في استعادة الدولة وتعزيز أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها والتصدي للمشروع الإيراني في بلادنا وأدان الحضرمي استمرار ميليشيا الحوثي في فرض قيود غير مقبولة على العمليات الإنسانية في بلادنا وتضييق على المنظمات العاملة في المجال الإنساني ومنع وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مفضوح ومشين مشيرا إلى ضرورة استمرار الضغط على ميليشيا الحوثي لتغيير سلوكها والكف على المتاجر بمعاناة اليمنيين والعودة إلى مسار السلام وحمل وزير الخارجية ميليشيا الحوثي المسؤولية كاملة لاستمرارها في رفض الاستجابة للدعوات المتكررة من الحكومة والمجتمع الدولي لإيجاد حل لقضية خزان صافر العائم واستمرار منع وصول الفريق الأممي للخزان لتقييم الأضرار تمهيدا لإصراحه ومن جانبه جدد السفير البريطاني دعم بلادين الحكومة الشرعية وحرص بلاده على المساعدة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية وعبر عن استعداد بلاده لدعم الحكومة ومساعدتها فيما تتخذه من إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي مع المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عثمان أكرم ومدير آرية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش فاروق حرز الله وضع خزان صافر العائم في رأس إيسا وسير تنفيذ مشاريع مكتب خدمات المشاريع في اليمن وعمل آرية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وأشار وزير الخارجية إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر وضرورة السماح لفريق الأمم المتحدة للوصول إلى موقع الخزان لإجراء عملية التقييم اللازم بهدف تفادي اندلاع كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والإقليم والملاحة الدولية وقال إن اليمن لا يتحمل المزيد من الكوارث وأن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوث الإقلابية لإيقاف المماطعة وعدم عرقلة جهود معالجة وضع الخزان كما أشهد الوزير بعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش مؤكدا أن عرقلة الحوثيين لتنفيذ اتفاق الحديدة يعيق تعزيز آلية عمل الآلية في موانئ الحديدة وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكرم فيما ثمن المسؤولان الأمميان تعاون الحكومة اليمنية وما تقدمهم من تسهيلات لإنجاح عمل الآلية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مشيدان بتفاعل وحرص الحكومة اليمنية على معالجة وضع خزان الصافر وتقديمها كافة تسهيلات اللازمة لفريق الأمم المتحدة دعا وزير الإعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى سرعة تصنيف مرتزقة طهران ميليشيا الحوثي الإقلابية كحركة إرهابية ودعم جهود الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب ووضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبع أن ميليشيا الحوثي حاولت مؤخرا ضمن استراتيجية توزيع ولعب الأدوار تضليل المجتمع الدولي بالترويج لخدعة وجود تيارين داخل الميليشيا سقور وحمائم تطرف واعتدال إيراني وعربي والقول أن العلاقة بين الميليشيا ونظام طهران تحالف سياسي طارئ له ظروفه وليس ارتباط في المشروع والمنهج والفكر والعقيدة وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي نجحت بالفعل في إقناع المجتمع الدولي بهذه الخدعة وبإمكانية تحجيم التطرف لصالح الاعتدال والفصل بين الحوثي وإيران للمضي في مسار سياسي لحل الأزمة بينما هدفها الحقيقي كان المزيد من المراوغة وكسب الوقت لتعويض خسائرها وترتيب صفوفها وأكد أنه مع سقوط العقل المدبر للمد الفارسي في المنطقة سقط كل هذا المشروع وتضح الجميع حقيقة أنه لا وجود لتمايز داخل الميليشيا وأن الحوثية بذرة إيرانية شيطانية خالصة ونسخة أكثر تطرفاً من ميليشيا حزب الله اللبناني والحشد الشيعي العراقي ودعا الإيرانية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإدراك هذه الحقيقة والتعامل مع ميليشيا الحوثية على قدم المساواة مع باقي الأدرع الإيرانية في المنطقة التقى سفير بلادنا لدى تونس عبد الناصر باحبيب مدير عام البنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر وخلال اللقاء استعرض السفير باحبيب الوضع التربوي والتعليبي والثقافي في بلادنا والأثار السلبية التي خلفتها الحرب والتي أشعلت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على هذا القطاع داعيا المنظمة إلى دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي الهام والمرتبط بمستقبل أجيال اليمن ومن جهتي أبدى الدكتور محمد ولد أعمر استعداد المنظمة الكامل لتقديم الدعم للحفاظ على الآثار والمخطوطات اليمنية وتاهيل المختصين في هذا المجال وكذا تقديم أوجه المساعدة اللازمة والضرورية في المجال التربوي وتقديم المنح الدراسية الجامعية وفق أجندة متكاملة يتقدم بها الجانب اليمني في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أسقط الجيش الوطني طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة الضباب غرب مدينة تعز وأكد مصر أسكري أن أبطال الجيش الوطني في اللواء 17 مشاه تبكنوا من رصد الطائرة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش في جبهة الضباب غرب مدينة تعز وإسقاطها أعلنت قوات الجيش تدمير آليات قتالية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الظالع وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش دمرت دبابة حوثية في جبهة باب غلق بمدينة قعطبة شمال غربي الظالع وضافت المصادر أن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير عدد من آليات قتالية إلى جانب الدبابة بالإضافة إلى موقع بالكامل في جبهة باب غلق شمالية الفاخر غرب مدينة قعطبة أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مواقع في بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة وحاولت مجموعة من عناصر من ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه منطقة الطور التابعة لمدينة بيت الفقيه إلا أن قوات الجيش استهدفت المجموعة الحوثية وأجبرتها على الفرار بعد أن كبدتها خسائر في صفوفها هذا وتواصل ميليشيا الحوثي المتمردة استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أحبطت قوات الجيش الوطني هجوما شنتهم ميليشيا الحوثي الإقلابية على مناطق الجبلية في تحيتة جنوب الحديدة وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيا الحوثي نفذت هجوما مصحوبا بقصف مدفعي على مواقع الجيش بمدينة الدوريهمي ومناطق شرق مدينة الحديدة وضافت المصادر أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيات وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتادة هذا وتصعد ميليشيا الحوثي الإقلابية التابع لإيران في الحديدة باتجاه مواقع الجيش ومن قصفها للأحياء السكنية في محاولة لإفشال الهدن والجهود الأممية لتنفيذ اتفاق ستوكولم أعزائي المشاهد الكرام ومع الأخبار المحلية والزميلة سعيدة محمد شكراً عمر تفاصيل النشرة المحلية بعد الفاصل أهلاً بكم أقارت لجنة مناقصات بمحافظة شبوة برئاسة المحافظ محمد بن عديو إنزال مناقصات عامة في قطاعي الكهرباء والتعليم الجامعي بتكلفة تجاوز مليون دولار حيث أقارت بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هاشلة أقارت إنزال الإعلان عن المناقصة الخاصة بشراء مواد وقطع غير وزيوت لمحطة كهرباء شبوة والإعلان عن مناقصة مشروع المرحلة الأولى من مبنى كلية التربية بالمحافظة وأقارت اللجنة إعادة النظر في عروض شراء مختبر لقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية وافقت على تركيب منظومة رقابة إلكترونية على مبنى فرع البنك المركزي وأحالة اللجنة طلبات واحتياجات مستشفى حبان وواسط بمرخة السفلة لجنة الطبية المختصة تأتولى دراسة الطالبات وتقديم عروض أسعار بها وشدد المحافظة على ضرورة ضبط عملية تحصيل الموارد المالية للكهرباء وتسخيرها لمواجهة احتياجاتها الأساسية وحثت اللجنة المختصة بالمشاريع بضرورة الإسراع في إنجاز مصفوفة المشاريع التنموية التي سيتم توميل تنفيذها من حصة مبيعات الضفت دشن الأمين العام للمجلس المحلي بأبيان مهدي الحايد في مديرية زوجبار مشروع توزيع طمور المقدم من مركز الملك سلمان عبر شبكة النماء اليمنية وأثنى الحامد على دور مركز الملك سلمان الإغاثي والإنساني مشيرا أنه سيتم توزيع ثلاثين ألف كرتون على خمس مديريات بالمحافظة هي خنفا وزوجبار ولودر مودية والوضيع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولفت الحامد لتطلعات ابناء محافظة أبيان لتدخلات مركز بلك سلمان في إعادة مدمرته الحروب في المحافظة وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية ومنحها مزيدا من الاهتمام في مختلف القطاعات لتوفير الخدمات الأساسية تفقد وكيل محافظة أبيان حسين صالح الجنيدي مكتب التربية والتعليف في مديرية لودر واطلع من مدير مكتب التربية بالمديرية ناصر عوض موسى على الصعوبات التي تواجه مكتب التربية ومدارس مديرية لودر مشيدا بالجهوذ المبذولة من قبل الكادر التربوي والتعليمي مؤكدا عن اعتماد مشاريع تربوية جديدة في المديرية كما قام بزيارة إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني واطلع الوكيل الجنيدي من مدير المكتب عبدالله موسى الكازمي على سير العمل في المكتب مؤكدا أن المكتب بحاجة إلى توسعة الاستيعاب كل ما يتعلق بالسجل المدني والأحوال الشخصية بشكل أكبر وشكر الوكيل الجنيدي مدير المكتب والطاقة بالفني والإداري لما يقومون به من عمل في خدمة المواطن بدأت بمدينة سيئون في محافظة حضر موت ورشة عمل لتقييم أداء السلطة المحلية بوادي حضر موت والصحراء للعام الماضي وتحديد الاتجاهات العامة للعام 2020 وفي افتتاح الورشة أشار وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عسام الكثيري بأن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية لرفع مستوى أداء وحدات مهياك للسلطة المحلية على مستوى المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والوحدات الاقتصادية وإدارات الدوان وبما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استقرارها بدوره استعرض كل من وكيل المحافظة المساعدة المهندس هشام السعيد والمدير العام للتخطيطي والتعاون الدولي بالوادي والصحراء عبدالله بن نصر تقريرا عن مستوى تنفيذ أداء المشاريع خلال العام المنصري حضر الافتتاح الورشة وكيل محافظة حضر موت المساعد شؤون الودي والصحراء عبدالهادي التميم نقش وكيل محافظة تعز عارف جامل في اجتماعه بمدراء ومدريات صالة والمظفر والقاهرة وصبر الموادم والتعزية مستوى الانجاز وتقديم الأداء خلال العام الماضي الإشكالات والعوائق التي واجهت سير أداء العمل وفي الاجتماع كدى وكيل محافظة على أهمية الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والعمل على الاستعداد التام لمواجهة الكثير من الأمراض والأوبئة والوقاية منها والحد من انتشارها وضرورة الاستفادة من الموارد المالية في توفير المعدات والأجهزة الطبية وغيرها لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتخفيف من معاناة المواطنين واستمع جامل من مدراء فروع مكاتب الصحة بمديريات إلى تقارير مفصلة عن مستوى الإنجاز خلال العام الماضي والصعوبات والإشكالات التي أثرت على سير أداء أعمالهم والمقترحات والتوصيات التي يجب العمل بها لتحسين الأداء وحل الإشكالات والعوائق التي تؤثر على مستوى الإنجاز احتفلت مؤسسة وثائق لتوجه المدني بمحافظة مائر بدخريج الدفعة الخامسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجاندين والمتأثرين بنزاع المسلح في اليمن بدعم وتنويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مزيدا من التفاصيل مع الزميل محمد الكتاسي بدعم وتنويل من مركز الملك سلمان لغاية والأعمال الإنسانية احتفلت مؤسسة وثاقة التي توجه المدنية بتخريق الدفعة الخامسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع عارة تأهيل الأطفال المجاندين المتحدين بالنزاع المسلح في اليمن برئة فقرات الحفل بإنشود رقصة للزهرات نالت استحسان الحاضرين مدير عام مكتبة لمحافظ محمد البازلي أكد على همية البرامة التدريبية والتهيئة للأطفال أطفالنا أحبابنا نشكر القائمين على هذا البرنامج ونشكر الإخوة في مركز الملك سلمان على مثل هذه البرامج واستمرارها لتأهيل في مجال الطفولة وبخاصة أولئك الأطفال الذين تأثروا بالحرب أو شاركوا في الجبهات أو تأثروا بالألغام أو فر بهم أهلهم من التجنيد الإجباري وأخذهم إلى جبهات القتال فيما على الرغم على الرغم من أن الكثير لا يوبه لهذا التضرر ولا ينتبه له بأن الأطفال نظرا لصغر سنهم هم المتضررين أكثر لذلك لابد من هذه البرامج الداعمة لهم التي تخرجهم من حياة الكآبة حياة الإنزواء حياة الانطواء إلى حياة أكثر تفاؤلا أملا حياة الطفولة من جديد شاكرين مركز الملك سلمان لرعايته لهذا البرنامج فيما أشهد منسق البرنامج بمحافظة شبوة بهذا العمل الإنساني وتدخلات مركز الملك سلمان لتأهيل الأطفال محمد محسن للبرامة النسي منسق برنامج أو منسق لمركز الملك سلمان لإعالة تعهيل للأطفال و أنني في هذا اليوم يسعدني ويشرفني عن عراء ابتسامة أطفال الدفعة الخامسة من المرحلة التاسعة والعاشرة وهم يتخرجون طبعا من مختلف محافظات الجمهورية نعم وشكرا جزيلا لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تمويل هذا المشروع شهد الحفق الفقرات المتعلقة من قبل الأطفال لنخرجين مع بين شودة وكذلك الفقرات التعبيرية وفي ختام الحفل تم تكريم الخروجين بشهر تقديرية والحوافز التشجيعية برامج مركز المسلمان لتهي الأطفال تعيد الأمل وترسم الفرح على وجوه أطفال اليمن لقناة محمد 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 الحالي برعاية برعاية وزير التربية والتعليم دكتور عبدالله سالم لملس ووزير الشباب ورياض نايف صالح البكري وبدعم من محافظ حضر موطل واروك سالمين البحسلي وتنظيم من إدارة الأنشطة المدرسية ورياضية بوزارة التربية والتعليم جاء ذلك إلى الاجتماع الذي ضم عبدالسلام قاسم مدير عام الأنشطة المدرسية وحسين الثقاف مدير إدارة الأنشطة الرياضية بحضور مدير العام لمكتب وزارة الشباب ورياضة بساحل حضر موت حسن صالح مسجد البقوف أمام مستوى إنجاز الترتيبات الفانية وتنظيمية والإعلامية للبطولة شددت قيادة الصندوق صندوق نظافة وتحسين بمحافظة عادة على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بجدية وحزم والحفاظ على نظافة وجمال ومظهر المحافظة جاء ذلك خلال الطراع المدير العام تنفيذي للصندوق المهندس قائد راشد أنعم ونائبه نبيل غانم أحمد على سير أعمال حملة النظافة الشاملة في عموم مديريات المحافظة والتي ينفذها صندوق نظافة والتحسين بالمحافظة وأوضح المهندس عن من الحمل التي تستهدف كافة مديريات محافظة عدن تأتي في إطار خطة الصندوق لإظهارها بالمنظر الجمالي والوجه الحضاري مؤكدا أن الحمل التي خصص لها عدد من الآليات والمعدات ستستمر حتى الانتهاء من رفع قمامة والمخلفات المتراكمة والأتربة من كافة المناطق والمواقع المستهدفة تفقد مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر الشعبي العمل في عدد من المشاريع الخدمية بمنطقة القلوعة وغولمور حيث طلع على سر العمل في مشروع صفلة شارع البطاريات البالغة مساحته 820 مترا ومول من منظمة اليونبس واستمع مدير عام المديرية من مهندس المشروع إلى الشرح المفصل عن مكونات العمل ونسبة إنجازه والذي أشار إلى أنه من متوقع الانتهاء من العمل في المشروع خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما ووجه الشعبي مكتب الأشغال العام وقسم شرطة القلوعة بالسرعة رفع العوائق والسيارات التالفة من موقع المشروع بعد إشعار ملاتها وذلك لضمان تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة والجيدة كما طلع الشعبي على سير العمل في مشروع رصف الخط الدائري بجوار مكتب الأشغال العام الممول من السلطة المحلية في المديرية ومستوى الإنجاز فيه مشددا على ضرورة السرعة في العمل مع الاتزام بالمواصفات الهندسية والمهنية أقيم بمقار اتحاد نساء اليمن بمدينة زوجبار حفلا خطابيا وفانيا وتكريميا بمناسبة اختتام الأنشطة والفعاليات لفرع الاتحاد بالمحافظة وكذا بمناسبة توزيع البشاريع صغيرة لنساء المعنفات وفي الحفل ألقت الأمين العام الاتحاد نساء اليمن بأبيان عديل أحمد الخضر كلمة أشارت فيها أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار تنفيذ مشروع توفيل الصبر العيش والتمكيد الاقتصادي وتقديم خدمات متعددة القطاعات عبر المساحات الآمنة للنساء والفتيات المعنفات بدعم من صدوق الأمم المتحدة للسكان وكذلك توزيع مشاريع صغيرة لنساء المعنفات والنجيات من العنف مشيرة أن إجمال نساء التي حصل على المشاريع 162 امرأة قلال عام 2019 علاوة على الدعم القانوني والدعم النقدي الذي استفادت منه قلال العام الماضي 5 5594 امرأة هذا وقد قدمت خلال الحفل عدد من الأغاني ورقصات ثلاثية وعروض مسرحية للزهرات كما تم تكريم عدد من الناشطات والصحفي وصلنا إلى ختم الأخبار المحلية عودة إلى الزميل عمر الرطاني شكرا سعيدا ونعود ونذكر بأبرز العناوين رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني يلتقي السفير البريطاني ويناقش التطورات الراهنة على الساحة اليمنية مستشار رئيس الجمهورية دكتور أحمد بن دغر يؤكد الاتفاق على خطوات عسكرية وأمنية سأتم تنفيذها بالتزامن مع تعيين محافظ لعدد تدمير آليات القتالية بينها دبابة تابعة الميليشيات الحوثية في الضالع وخسائر كبيرة تكبدتها الميليشيات في التحيطة جنوب الحديدة وفي الختام لكم من خالص التحية والتقدير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر